حضرتك قلتنا حاجة مهمة جدا يعني مع انطلاق الحملات الانتخابية للمرشحين فكرة انه السمة الخاصة لهذه الانتخابات هي السمة الحزبية فيه تعادلية حزبية ولو حابين نوضح للسادة المشاهدين احنا نتكلم على مثلا حزب الوفد للتوجه الليبرالي والسيد عبدالساند يماما هو المرشح الحزب المصر الديموقراطي التوجه الاشتراكي والسيد حزم عمر حزب الشعب الجمهوري اللي هو توجه يمكن ان يقال يسار وسط او يميل الى الليبرالية اهمية تقديم البرامج السياسية هل نجح اولاء المرشحين في توضيح هذه الافكار السياسية والبرامج للمواطن لانه مهم جدا رفع حالة الوعي لدى المواطن انه يعرف انه فيه برامج سياسية بتقدم مختلفة وفيها نوع من التعددية ما بين الاشتراكية مثلا والليبرالية يعني هو ممكن لأول مرة الاحزاب او مش لأول مرة من المرات الولايلا ان الاحزاب تمارس زورها بشكل حقيقي لان احنا وظيفة الاحزاب اللي للأسف افتقدناها على مدى سنوات طويلة هي المنافسة للوصول للسلطة فانت هتوصل للسلطة ازاي اذا لم ترشح نفسك لرئاسة الجمهورية الاحزاب كانت في فترة كبيرة عزفت عن هذا الامر فالفكرة ان هي تبقى موجودة دلوقتي في الوصول لأعلى مكان في الدولة فده امر كويس المفروض تستكمله بانتخابات الشيوخ وانتخابات النواب وانتخابات المجالس المحلية اذا تمت للقريب ان شاء الله فلان فكرة زي بقولك ان فكرة العزوف وعدم المشاركة وعدم المغامرة بالنزول على منصب مثل رئاسة الجمهورية بيحول الاحزاب الى جماعيات اهلية يعني ايا وظفتها ايه اذا كانت لا تسعى للسلطة وانا عجبني ان المرشحين كلهم تجاوزوا فكرة يعني ان البعض بيستريح فيقولك يعني ابعد بقى وخلاص ومش عارف ايه واصل ممكن يحصل ايه واصل هم تجاوزوا الكلام ده وكرروا ان هم ينزلوا المعترك وكرروا ان هم يواجهوا اي مشاكل ممكن تكون موجودة وكرروا ان هم كل واحد يعبر عن رأي احنا شايفين قطابات قوية من بعض المرشحين شايفين انتقادات لاسعة وانتقادات حدة وده امر مشروع في الانتخابات ودي اساس الانتخابات وانت لو مش نازل للتغيير او مش نازل تنتقد السلطة الحالية طب التنازل ليه فلازم يبقى في شكل يعني ديمقراطي وفي منافسة حقية وفي مساحة ضامنة او وجود يعني زي الهيئة الوطنية للانتخابات اللي هي بيشغلها قضاء اجلاء وفي نفس الوقت لها درجة من الاستقلالية وعندها قواعد ثابتة وجودها بيضمن ان يكون هناك منافسة حقية لكل المرشحين ترجمة نانسي قنقر